مرحبا فيكم ببرنامج سيستم وزير العدل التركي يعلن اطلاق خدمة جديدة عند كاتب العدل في تركيا المعروف في اسم النوتر تعالوا مع بعض لنتعرف على التفاصيل أكتر صرح وزير العدل التركي عبد الحميد قول عن اطلاق تطبيق يدعى بالانوتر والذي سيتمكن من خلال المواطنون الحصول على موعد قبل الذهاب إلى مكتب كاتب العدل وحتى انجاز بعض المعاملات الكترونية ابتداء من الاثنين وأشار إلى فضل كاتب العدل في حل العديد من النزاعات والمشاكل قبل عرضها على القضاء مضيفا أن الهدف من التطبيق وتأسيس نظام رقمي مستقل ومحايد لتقديم الخدمات القانونية بكفاءة جيدة وذكر وزير العدل أن التطبيق كاتب العدل المناوب تم تنفيذه في شهر نيسان الماضي اللي يعمل بشكل مناوب في عطلة نهاية الأسبوع وأوضح أنه تم تنفيذ 810 448 معاملة من خلاله وأكد أن الرسوم تبع كاتب العدل تم البدء بتحصيلها من خلال الدفع ببطاقة البنك أو بطاقة الاعتمان منذ شهر شباط الماضي مشيرا إلى كونه نظام آمن لمنع النصب والاحتيال كما سيتمكن المواطنون من الحصول على الوسائق المطلوبة جاهزة فور الذهاب إلى كاتب العدل بعد تقديم طلب مسبق من خلال التطبيق وفي نطاق آخر يمكن للمواطنين فتح طلب للمعاملات كاتب العدل من خلال قسم عبر موقع اتحاد كتاب العدل وقال رئيس الاتحاد أن بعض المعاملات مثل الترجمة يمكن أن تتم عن طريق الانترنت بشرط الحصول على عضوية في نظام المعلومات لموقع اتحاد كتاب العدل بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني مشيرا إلى عملية التطور الرقمي في تعاملات كاتب العدل ستبقى مستمرة يوما عن يوم اليوم في عنا كاتب عدل بناوه بسبت أحد وفي عنا نظام الدفع الآمن تعرفوا إذا حدا بده يشتري سيارة صار بإمكانه يحط الوسيط الثالث اللي هو البنك اللي حتى مجرد ما أنت تبيعه السيارة وتوقع البنك بنايملك المصاري على حسابك صار بإمكانك تدفع بالكرت واليوم عم شوف تطبيق الانوتر يعني فيه تطورات جيدة وخدمات حلوة عم تصير عند كاتب العدل في تركيا تقبلوا تحيات فريق سيستم وإن شاء الله تستفيدوا من هاي المعلومة والسلام عليكم اشتركوا في القناة